بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هناك موقف من قصة يوسف عليه السلام لفت انتباهي وأحببت أن نتدبره في هذه الليلة المباركة كل كتاب القصص في العالم عندما يأتي لأحداث عاطفية أو جنسية أو فيها نوع من الحب نوع من العشق الهيام لابد أن يستخدم كلمات تثير العاطفة وقرؤوا ما شئتم من القصص القصص موجودة لا يستطيع مؤلف في العالم أن يسرد لك حدثا عاطفيا من دون أن يستخدم ولا كلمة تدل على العاطفة في كل لغات العالم إلا في القرآن العظيم يعني مثلا أنا إذا أردت أن أعبر أنا سأقول لكم إن زليخة إمرأة العزيز أغلقت الأبواب وهيأت نفسها في أفضل شكل وأبها منظر وبدأت تخاطبه بأحلى الكلمات وبدأت تحاول أن تضاجعه مثلا انظروا في هذين السطرين حيث أنا تكلمت الآن كم كلمة فيها نوع من الإثارة مضاجع العشق كذا ما هو الأسلوب الذي استخدمه القرآن لوصف هذه الحادثة حادثة إمرأة العزيز كما قلت تغلق الأبواب تهيئ نفسها تزين نفسها وتأتي لتقول لقد تهيأت لك أنا جاهزة والأبواب مغلقة ولنمارس الحب أو العشق أو أي شيء آخر أي مؤلف لابد أن يستخدم هذه الكلمات فدعونا نتأمل ماذا قال القرآن بعد أن بلغ أشده سيدنا يوسف وكبر بعد أن اشتراه العزيز اشتراه رجل من الأثرياء وكان مسؤولا في الدولة يعني لنقول برطبة وزير مثلا وقال لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ربما كان هذا الرجل محروم من الولد فأصبحت قضية نوع من التبني لهذا الطفل وكبر سيدنا يوسف وبلغ أشده وكان على درجة عالية من الجمال والحسن هنا كل هذا الكلام القرآن لا يذكر التفاصيل يأخذك مباشرة لقلب الحدث يأخذك لقلب الأحداث تبدأ الآية الكريمة في سورة يوسف مباشرة وراودته التي هو في بيتها لم يذكر اسمها لم يقل زليخة لم يقل زوجة العزيز لم وراودته لم يقل اعتدت عليه أو أغرته أو حضنته وراودته كلمة لا تثير أي عاطفة على فكرة المراودة هي نوع من الإقناع فيها نوع من الإقناع بحيلة معينة لتحقيق هدف معين ولكن ليس بالضرورة أن يكون الهدف جنسيا يعني أولاد سيدنا يعقوب قالوا سنراود عنه أبا يعني راود الإنسان عن شيء يعني أقنعه بالشيء بس لا في أي إثارة جنسية ولا أي معاني عاطفية وراودته لم يقل زليخة لم يقل زوجة العزيز لم يقل لم يأتي بذكر لا من قريب ولا من بعيد لأي أنثى بل قال وراودته التي هو في بيتها التي هو في بيتها يعني أنظر هنا هو في بيتها التملك السيطرة نسب نسب البيت لها ليصور لك الوضع النفسي السائد في هذه اللحظة أنها مسيطرة في بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك في قراءة هئت لك يعني تهيأت لك طيب اليوم أيها الأحبة أي شاب إلا ما رحم ربي تتاح له هذه الظروف أن المرأة الجميلة الغنية المتملكة تؤمن له كل الظروف المناسبة لارتكاب الفاحشة وتقول تهيأت لك كثير من الشباب يضعف أمام هذا المشهد وينهر ولكن هنا سيدنا يوسف ماذا قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه بدأت تقنعه بممارسة الفاحشة بدأت تسوغ له أن هذا العمل طبيعي أنتم ربما رأيتم أحيانا شخص أستاذ أو طبيب أو كذا وإنسان صغير وهو كبير يحاول أن يقنعها بارتكاب الفاحشة ولكن يقول لها الحب والعاطفة والكذا والكذا يستدرجها إلى آخرين فهي طبعا كل هذا تلخصه لنا هذه الجملة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه حاولت بكل الوسائل أن تقنعه بأن هذا العمل طبيعي وجيد وآمن وليس فيه أي مشكلة وغلقت الأبواب لم يقل أغلقت بل قال غلقت يعني مبالغة في الإغلاق أحيانا القفل يكون له ثلاث أربع أو أربعة مراحل يقفل مرحلة الأولى الثانية الثالثة فهي انهمكت بتغليق الأبواب غلقت مبالغة صيغة مبالغة وغلقت الأبواب وقالت ماذا هئت لك أو هيت لك يعني أنا جاهزة تهيئت لك وهنا سيدنا يوسف عليه السلام على الفور قال معاذ الله انظر أخي الحبيب بعض العلماء قال لا هو هم بها وكذا لأنه شاب ولديه غريز لا لهذا الكلام غير صحيح من يقرأ سورة يوسف ويتعمق فيها ويتعمق بشخصية سيدنا يوسف يدرك أن هذا النبي الكريم كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى لم يكن ينظر لشيء من أمور الدنيا ليس لأنه لا يستطيع يستطيع ولكن من شدة خوفه من الله وشدة تعلقه بالله وشدة إيمانه بالله وشدة رجائه للقاء الله كانت هذه الأمور يراها هو ينفر منها بفطرته هكذا فلذلك من الخطأ أن نقول أن يوسف هم بها يعني اشتهها لا حاشا لله أنا هذه قناعتي لأنه على الفور قال قال معاذ الله فهنا ماذا قال أيها الأحبة هنا توجه إليها بالخطاب من الممكن أن يقول لها مثلا أي كلام ولكن هو اختار عبارة رائعة جدا ذكرها بزوجها قال معاذ الله إنه ربي ربي أي الذي ربانيا سيدي أحسن مثوي يعني هذا الرجل الذي غاب عنك يجب أن تحفظيه في غيبته لقد أكرم مثوايا ومثواك واتمنك على هذا البيت لا يجوز أن نخون هذا الرجل من غير من غير اللائق أن تخدعي وتخوني هذا الرجل الذي أحسن إليك إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون طب الله عليكم حتى الآن هل رأيتم كلمة واحدة تثير العاطفة لا معنا أن القرآن يصور لنا موقفا أي مخرج سينما إذا أراد أن يصوره لابد أن يستخدم الفاظ خادشا نوعا ما للحياة لا تسطح أن تقرأ أمام الأطفال ولكن نحن نقرأ القرآن أمام كل الدنيا صغارا وكبارا ولا يحدث أي إثارة أو أي شيء له علاقة بالغرائز الجنسية بل بالعكس عندما نقرأ هذا الكلام يزداد إعجابنا بسيدنا يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هنا القرآن أراد أن يصور لك أن القضية لم تتم خلال ثوان وتنتهي لا ربما بقي معها عدة ساعات وهي تحاول معه هي ليست قضية قضية دقائق هي حسبت هذا غلقت الأبواب وتوقعت أن القضية العملية كلها ستنتهي خلال دقائق قالت لابد أن هذا شاب ومحروم من غير متزوج وبالتالي سيوافق بسرعة وسأقضي حاجتي معه وسأقضي شهوتي معه وكذا 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 فعملت حسابها أن القضية كلها عبارة عن دقائق أو نصف ساعة مثلا وينتهي الأمر ولكن هنا القرآن عبر لنا أن القضية أخذت وقتا طويلا في إقناعه ولم يقتنع لذلك قال تعالى ولقد همت به وهم بها همت به يعني لإقناعه وراودته عن نفسه وحاولت معه وقدمت له كل أساليب الإغراء وقدمت له كل ما تستطيع من كلام لتقنعه بارتكاب الفاحشة وهم بها يعني أيضا هو كان يقنعها أن هذا العمل غير عمل هذا الظلم أنه لا يفلح الظالمون يعني كان يقول لها تذكري هذا الزوج الذي اتمنك على هذا البيت إنه ربي أحسن مثواري أكرمني وأحسن لي وضعك مثلا في قصر وأعطاك من المال والكذا 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 فمن الجحود والنكران أن تنكر هذه النعم ثم ثم تظلم نفسك وتعتدي على إنسان ضعيف في بيتك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي فهي أثناء همها به وهي تقنعه وتشتهي أيضا أن تحاول معه بكل الوسائل لدرجة أنها اعتدت عليه بتمزيق قميصه يعني حدثت حدثت معركة بينهما فهو هم ليضربها هم بها ليضربها أو يبعدها بطريقة عنيفة لأنها هي استخدمت العنف ولكن هنا رأى سيدنا يوسف برهان ربه ما هو معنى لولا الرأى برهان ربه باختصار شديد أيها الأحبة من دون أن نخوض في التفاسير وأقوال مفسرين هذا نبي كريم قلبه معلق بالله في لحظة من اللحظات أوحى الله إليه وألهمه أن هذا الأمر سينتهي قريبا وأنك في حالة فتنة الآن ويجب أن تثبت وتصمد وتحافظ على ثباتك على الحق إياك أن تضعف إياك لأن الله معك لأن برهان الله معك سيأتي ليدافع عنك لولا أرأى برهان ربي طيب ماذا قال بعد ذلك هنا أيها الأحبة سيدنا يوسف لو أن الله تخلى عنه ما الذي يحدث نفسه ستضعف يعني أنا وأنت أخي الحبيب أنا لا أستطيع أن أنغر بنفسي وأقول أنا لدي قوة إرادة لا والله أنا ضعيف جدا لولا أن الله ثبتني وحفظني الإنسان ضعيف جدا أيها الأحبة فسيدنا يوسف هنا في حالة ضعف ولكن الله يتدخل في هذه الحالة لأنه عبد من عباد الله إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحش أنظر كيف عبر عنه العملية التي كانت ستتم بالسوء والفحشاء كلمة الفحشاء والفاحشة والفحش والتفحش كلمات يمقتها الإنسان ينفر منها الإنسان لذلك استخدم القرآن هناك كلمة يجعلك تنفر من هذا الفعل الفاحشة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إبليس لعنه الله توعد أنه سيضل العباد ويغويهم وإلى آخره ويزين لهم ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين وسيدنا يوسف هو منهم عليه السلام لذلك أخي الحبيب هذا الموقف أنا أود أن أعطيك هدف أو حكمة أو عبرة أنك مهما تعرضت لظروف قاسية لظلم لاعتداء فإن الله لا يتخلى عنك ولكن بشرط أن يكون قلبك معلقا به سبحانه وتعالى كما أن الله صرف السوء والفحشاء عن سيدنا يوسف لأنه من عباد الله المخلصين كذلك أنت أخلص دينك لله عبادتك عملك أي شيء تقوم به ضع معه الإخلاص لذلك يعني هذا الموقف كما رأيتم مع أنه فيه اعتداء وفيه حوار دار بينهما وفيه يعني تستطيع أن تكتب عشرين صفحة القرآن اختصره لنا بكم آية انظر أخي الحبيب آيتين فقط وأنا واثق أن عدد الكلمات لو عددنا الكلمات معا يعني وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله خمسة عشر إنه ربي أحسن مثواي إنه عشرين لا يفلح الظالمين ثلاثة وعشرين كلمة سطرين يعني الآية الثانية ولقد همت به وهم بها لولا الرأى برهان ربه عشر كلمات كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء خمسة خمستعشر إنه من عبادنا المخلصين تسطعش كلمة يعني ثلاثة وعشرين وتسطعش كم المجموع اثنين واربعين كلمة اثنين واربعين كلمة أنا أتحدى أكبر مؤلف أن يصف لي هذا المشهد بهذا الزخم من الأحداث المراودة وتغليق الأبواب والحوار والكذا والكذا أن يصف لي هذا المشهد باثنين واربعين كلمة فقط لا يستطيع لذلك هنا القرآن عندما قال الله فيه كتاب أحكمت آياته أحكمت يعني محكم لا تستطيع أن تبدل كلمة بكلمة أو تحذف كلمة أو تضيف كلمة يعني أنا اثنين واربعين كلمة الآن تناولت تدبرتها معكم هل تستطيع أن تحذف كلمة واحدة؟ يعني مثلا ولقد همت به وهم بها هل تستطيع أن تحذف كلمة؟ طيب وراودته التي هو في بيته عن نفسها هل من الممكن أن تحذف كلمة؟ لا تستطيع كل كلمة؟ كل كلمة تم توظيفها لتحقق هدفا محددا في هذه الحادثة وبالتالي أخي الحبيب هنا تظهر قوة القرآن البلاغية والبيانية وقوة إعجازه النفسي أيضا لأنه يصور الحالة النفسية يصور الحالة النفسية يعني وراودته التي هو في بيتها يصور لك الحالة النفسية لسيدنا يوسف وهي الضعف ويصور لك القوة والسيطرة والاستحكام لإمرأة العزيز التي هو في بيتها بيتها هي هي التي تملك فإذن هنا أخي الحبيب القرآن يتفوق على أي كلام آخر فأرجو أن تتذوق هذه الروائع وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وإن شاء الله سنتناول ومضات وأحداث من قصة سيدنا يوسف وغيره إن شاء الله في لقاءات أخرى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذا العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق